النهاردة حلقتنا حلقة مش عادية لاننا النهاردة هنتكلم عن علاقة غير عادية تماما علاقة كلها الغاز وحيرة اسئلة كتيرة جدا يمكن ما بتنتهيش وقف عندها فلاسفة علماء كتاب كتب كتير اتكلمت عن الموضوع ده حاولوا يحطولوا معايير وقصص وقواعد يمكن يعرفوا يفسروا لكن الحقيقة دايما انها متغيرة علاقة غريبة جدا بتتطور وبتتغير وكل يوم فيها جديد هي علاقة الراجل بالست او الرجل والمرأة هي علاقة حقيقي مش مفهومة الست في اوقات كتير جدا مش قادرة تفهم الراجل ولا الراجل عارف يفهم الست كل واحد فيهم ليه طريقته الخاصة جدا في التفكير كل واحد عنده الصوفت وارق الخاص به هو طب مين فيهم بيكون محير اكتر او غامض اكتر مين فيهم بيكون السبب في المشاكل الكتير والنكد الكتير اللي دايما بيتهموا بيه الستات ودي مش الحقيقة طبعا ايه اكتر الاسئلة اللي لما بيتسئلها الزوج بيحس كده ان هو داخل على المنطقة الخطر او السؤال ده جاي وراه حكاية لازم يبدأ فورا يبتدي يحاول يفهم ويتعرف على سبب السؤال ده طيب كتابنا النهاردة ايه علاقتوا بقى بكل الكلام ده كتابنا النهاردة او حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن كتاب اسمه مالك مفيش صوفت وير الستات للكاتب الدكتور تامر احمد وطبعا كلمة مفيش دي بيبقى فيه تحتيها مليون خط هنتكلم بالتفصيل في الحلقة عنهم واللي هنفهم منه اكتر من كتبنا النهاردة عن الصوفت وير بتاع الستات ومهم جدا كمان نفهم صوفت وير الرجالة والنهاردة اللي هيتابعونها الحقيقة اعتقد انهم هيكونوا رجالة اكتر عشان يحاولوا يفهموا طبيعة المرأة طريقة تفكيرها لما بتقول كده بيبقى قصدها ايه بالكلام ده